هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عضوانها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة حيث دخل العضوان الإسرائيلي يومه الخامس والعشرين بعد المئة على التوالي تستمر قوات الاحتلال في قصفها الوحشية على القطاع برا وجوا وبحرا مخلفة وراءها عشرات الشهداء والجرحة مائة وخمسة وعشون يوما مرت على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة برا وبحرا وجوا عدوان ما زال يحصد الأرواح حتى اقتربت حصيلة شهداء من نحو ثمانية وعشرين ألفا غالبيتهم من النساء والأطفال فيما وصل عدد الجرح والمصابين إلى نحو سبعة وستين ألفا علاوة على أكثر من ثمانية ألاف فلسطيني في عداد المفقودين تحت ركام المباني المهدمة وفي الطرقات جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن انتهاء المرحلة الأولى من العدوان التي تركز فيها القتال على شمالي غزة هما أعقبتها عمليات في وسط وجنوب القطاع في مدينة غزة وخان يونس التي تشهد منذ أسابيع اشتباكات عنيفة وقصفا جويا متواصلا فيما تشهد مدينة رفح أقصى جنوب القطاع قصفا متقطعا واستهدافات مركزة وهي التي تستضيف أكثر من مليون نازح فلسطيني تقطعت بهم السبل منذ أيام العدوان الأولى ولا يزالون في ظروف قاسية وغير إنسانية عمليات إسرائيلية متوقعة على رفح أبدى الأمين العام للأم المتحدة أنطونيو جوتيريش انزعاجه منها حال حدوثها قائلا إن تداعياتها قد لا يتصورها أحد مجددا مطالبته بوقف إنساني فوري لإطاق النار والإفراج عن جميع المحتجزين والأسرى ويعيش في رفح الفلسطينية أكثر من مليون وثلاثمائة ألف نازح وسط ظروف إنسانية ومعيشية يائسة يعانون من نقص الغذاء والمياه والوقود وانقطاع دائم للكهرباء وخروج أغلب المستشفيات من الخدمة فضلا عن سوء لأحوال الجوية الجرائم الإسرائيلية على قطاع غزة لم تتوقف على قتل الأبرياء بل طالت أيضا وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا التي تواجه حملة إسرائيلية ظالمة استدعت من الأمين العام للأمم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الاتهامات والمزاعم الإسرائيلية وتواجه الوكالة خطر توقف التمويل الدولي المخصص لها مما سوف ينعكس على خدماتها للفلسطينيين خصوصا في قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر